شجار بالعيارات النارية حادثة طعن تنتهي بمقتل مدير ارتفاع بحالات التنمر والقلق والاكتئاب ناهيك عن وصول معدلات التسرب المدرسي إلى مستويات مرعبة هذا بالفعل ما يحصل في مدارس سورية تحديدا في مناطق سيطرة النظام التي من المفترض أن تكون منشآت تبني أجهل المستقبل وهنا يجدر وضع إشارتي تعجب مديرة الصحة لم تتطرق إلى الأسباب المباشرة لازدياد هذه الظواهر السلبية في المدارس واكتفت بإعادتها لأجواء الحرب التي غيرت في سلوك الطلاب والتربية والأسرة على حد قولها في منتصف العام الماضي حصل في حلب أن أقدم طالب قيل حينئذ أنه ابن أحد المسؤولين على إطلاق النار عاليا على خلفية مشاجرة مع مجموعة من الطلاب بالقرب من ثانوية شمس الأصيل مستخدما مسدس والده ومنذ وقت ليس ببعيد نعت صفحات السوريين مدير مدرسة عبد المعين قطرميز الأستاذ عبد العزيز القاسم في حماه بعد طعنه من قبل أحد الطلاب في الحرم المدرسي سبقتها حادثة طعن مشابهة راح ضحيتها مدير مدرسة سمنة في السلمية على يد ملثم اقتحم المدرسة في أثناء فترة الدوهم كل ما يجري انعكس واقعا وأرقاما حيث كانت المحامية لما حيمور من دمشق أشارت إلى ارتفاع معدل ارتكاب الأطفال للجرائم مرجعة ذلك لأسباب أبرزها الإهمال والعوضاع الاجتماعية وبشكل رئيسي الحاجة التي تدفع البعض إلى ارتكاب الجريمة